تابع الوحدة السابعة حل المثال واحد بس بطريقة القيمة البيعية الإجمالية القابلة للتحق اللي هو الحل مطلوب اتنين كان عندي نفس الرسمة نفس المعطيات في مثال واحد كانت التكاليف المشتركة معطى بستة لاف ريال دي المادة الخام المادة الخام صرفنا عليها قبل نقطة الاشتقاق تكاليف مشتركة ستة لاف عند نقطة الاشتقاق طلع لي الف وباء وجيم عدد الوحدات المنتجة الفين تلات تلاف خمس تلاف مجموحهم عشر تلاف والمباعة الف وخمسمية الفين وثمانمية اربعة تلاف وخمسمية وسعر بيع الوحدة واحد تمانية من عشرة سبع من عشرة الجديد بقى هنا لما كنا في طريقة التخصيص المادي كنا بنعتمد على الوحدات المادية الوحدات المنتجة طريقة القيمة الباية الإجمالية القبل للتحقق هنا نعتمد على القيمة الإجمالية اللي هي بتيجي من ضرب عدد الوحدات المنتجة في سعر بيع الوحدة يعني الفين في واحد بألفين تلات تلاف في تمانية من عشرة بألفين وربماية خمس تلاف في سبع من عشرة بثلات تلاف وخمسمية ونجمع يبقى مجموعة القيمة الإجمالية سبعة تلاف وتسعمية يبقى طريقة القيمة الباية الإجمالية القبلة للتحقق تعتمد على القيمة الإجمالية اللي هي بتيجي من ضرب الوحدات المنتجة في سعر بيع الوحدة اللي هو عندي عند نوت الاشتقاق أنا عندي التكاليف المشتركة كانت معطى بستة تلاف ومجموعة القيمة الباية الإجمالية سبعة تلاف وتسعمية لو أسمناهم على بعض يبقى كده نصيب الريال من التكاليف المشتركة من القيمة الإجمالية كان الريال الواحد من التكاليف المشتركة نصيبه من القيمة الإجمالية الباية كان هقسم الستة تلاف هقسمه على السبعة تسعمية تطلع فاصل سبعة خمسة تسعة أربعة تسعة ريال لكل ريال قيمة بيعية نصيب المنتج ألف هاخد الرقم اللي طلع ده نصيب الريال فاصل سبعة خمسة تسعة أربعة تسعة في الرقم ده كان القيمة البيعية الإجمالية اللي كان نقوم بها القيمة الإجمالية القيمة الإجمالية اللي كنا جات من جات من ضرب كمية الانتاج عدل وحدات في سعر باية الواحدة اللي هي الأرقام اللي جيبناها من على الرسمة يطلع الف وخمسمية وتسعة عشر ريال طب نصيب المنتج باء برضو نفس نصيب الريال اللي هو فاصل سبعة خمسة تسعة أربعة تسعة ينضرب في القيمة الإجمالية بتاعته كان الفين وربعمية تطلع الف وثمانمية تلاتة وعشرية نصيب المنتج جيم برضو الفاصل سبعة خمسة تسعة أربعة تسعة في في الثلاث تلاف وخمسمية للقيمة الإجمالية نصيب ريال التكاليف المشتركة ريال التكاليف المشتركة نصيبه من القيمة الإجمالية إذن الرقم اللي طالده ليس تكلفة الوحدة زي المرة اللي فاتت إنه ما بنقسمش على عدد وحدات ده نصيب الريال إذن تكلفة المخزون هنا تطلع بطريقة صعبة شوي تكلفة المخزون هتتحدد بطريقة صعبة شوي الأول نحدد كمية المخزون دي سهلة وعارفينها اللي هي المنتج ناقص المباع يديك المخزون فانا عندي قدت منتجات التلاتة ألف وبقى وجيه ودي كمية الإنتاج من كل منتج وكمية المباعات من كل منتج الفرق بينهم لو خدنا الفرق بالتنين دولت يطلع لكمية المخزون فبقى الفرق بين الفين و الف و خمسمية دي خمسمية فرق بين ثلاث تلاف و الفين و ثممية ميتين الفرق بين خمس تلاف و أربعة تلاف و خمسمية دي خمسمية ادي كمية المخزون من كل ايه طب نجيب تكلفة المخزون ازاي لها معادلة تحديد تكلفة المخزون وتتحدد من العلاقة الرياضية التالية تكلفة المخزون آخر المدة من كل منتج بتساوي افتح قوس كبير تكاليفه المشترك زاد الخاصة بتاعته يبقى جمع تكاليفه المشتركة زاد التكاليفه الخاصة والمجموع ده في قوس يتأسم على كمية انتاجه القوس الكبير ده كله لما أسم على كمية انتاجه يطلع تكلفة الوحدة أروح ضربها في كمية المخزون منه من هذا المنتج طب نطبق المعادلة دي للمنتج الأولاني ألف كالتكاليفه المشتركة بعد موزعناها كنا حسبناها طلعناها ألف وخمسمية وتسعة عشر زاد الخاصة بتاعته ما كانش ليه صفر على كمية الانتاج منه من المنتج الأولاني كان ألفين كل ده ينضرب في المخزون اللي طلعناه من المنتج الأول كان خمسمية واحدة تطلع تلتمية تسعة وسبعين فاصل خمسة وسبعين نجيب تكلفة المخزون للمنتج بقى كالتكاليفه المشتركة بعد موزعنا كالتكاليفه المشتركة ثلاث تلاف اللي هي كمية انتاجه كل ده ينضرب في المتين اللي هي كمية المخزون منه تطلع مية واحد وعشرين فاصل ثلاثة وخمسين للمنتج جيم تكاليفه المشتركة بعد موزعناها له طلع نصيبه الفين ستمية تمانية وخمسين والخاصة بتاعته صفر على كمية انتاجه كانت معطى بخمس تلاف كل ده ينضرب في الكمية المخزون منه حسبناها خمسمية يبقى تطلع سبعمية سبعة وستين فاصل صفر ثمانية ريال نجي نشوف قائمة الدخل عمود الالف وبقاء وجيم والاجمالي اول حاجة بقيمة دخل كمية المبعات اللي هي كتمعطى الف وخمسمية الفين وتمنمية اربعة تلاف وخمسمية اضربها في سعر بيع الوحدة اللي هو برضو كان معطى بواحد تمانية من عشر سبع من عشر لما اضرب كمية المبعات في سعر البيع الوحدة يطلع ارادة المبعات الف وخمسمية الفين ماتين واربعين تلات تلاف مية وخمسين ستة تمنمية وتساين اطرح تكلفة المبعات اللي هي عبارة عن تكاليف الانتاج تكاليف الانتاج اللي هي مشتركة وخاصة مشتركة كنا حسبناها بعد التوزيع 1519 1823 2658 مجموحكم 6000 والخاصة شرطة 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 لما اجمع الاثنين دون مع بع المشتركة مع الخاصة يديك اجمال لتكاليف الانتاج اجمال لتكاليف الانتاج دي عشان توصل لتكاليف المبعات تضيف تكلفة مخزون اول مدة اللي هي ما كانش فيه وتطرح تكلفة مخزون اخر مدة اللي احنا حسبناها من الشريحة السابقة كنا حسبناها للمنتج 1379.75 وباء 121.53 وجيم 265.8 مجموحة للثلاث منتجات 767.08 يبقى عندي أحط الأرقام دي بنقصين عشان تنترح يبقى عندي تكاليف الانتاج زائد مغزون أول ناقص مغزون أخر تطلع لتكلفة المبعات تكلفة المبعات في المنتج الأولاني 1139.25 الثاني 1701.47 الثالث 2392.2 والمجموعة 5232.92 يبقى عندي إرادة المبعات وعندي تكلفة المبعات الفرق بينهم حيساوي مجمل الربح يبقى 1500 ناقص 1139.25 يطلع مجمل الربح 16.75 المنتج الثاني إرادة المبعات 2240 ناقص تكلفة المبعات 1701.47 تطلع 538.53 المنتج الثالث المنتج الثالث كان إرادة المبعات 3,150 ناقص 2392.2 تطلع 757.8 الإجمالي إرادة المبعات للمنتج الثالث كان 6,890 ناقص 5,232 3,32 292 من مية تطلع 1657 و 8 من مية نسبة مجمل الربح نسبة هامش مجمل الربح تحسب إزاي هيبقى عبارة عن مجمل الربح هذا هيبقى عبارة عن مجمل الربح مأسوم على إرادة المبعات إرادة المبعات في مية هتطبعها للمنتج الأولاني كان مجمل ربحه طلعناه 360.75 لو أسامته على إرادة المبعات اللي هو 1500 تطلع لل24 في المية وهكذا بالنسبة للمنتج الثاني 538.53 لو أسامته على 2240 تطلع لل24 في المية وهكذا أسمته برضو على ده 24 في المية وأسمته على ده بالصدفة برضو 24 في المية